نعم يا شيخ نعم إذا كان شيخ راجل لأم ما تصلي إلا أنها يعني مقرب التوحيد يعني يماتت وهي تارك للصلاة نهائيا فعارف الحكم في ترك الصلاة وعلى عقيدة شرك يعني في الأولياء والصالحين شيء من هذا تعتقد بهم هل يضحي لها يستغفر لها لا لا ما ماتها يشرف لها يوقع لا يستغفر لها النبي صلى الله عليه وسلم استعدى رباه يستغفر لأمه وماتت في جاهلية فلم يأذن لها ليس فلم يأذن لها سبحانه وتعالى هذه لا يزورها ولا ماتا لها يستغفر لها فكذا لم يأذن لها يستغفر لعمها بطالب مع أنه نصره وحمى وأنزل الله في هذا ما كان النبي والذين أعلم يستغفر المجدين ولو كانوا أذي قربا فلا يستغفر للمجدين ولو أن أمه أن مات على شيء ولا ترك الصلاة لا يستغفر لها ولا يدع لها لكن لا يدع عليها لا يدع لها ولا يدع عليها لا تسب الأماتين غد أفضل إذا ما قدموا لكن مما تعال شيء ولو كان وارجا ولو كان أما ولو كان أخا لا يدع لها ولا يستغفر لها نشاء الله السلامة والعافية الضروس هذا يوم الأحد ويوم الأثنين ويوم الأربعة والخميس الفجر صعب الفجر في هذا الجامع وليت الأثنين فقط وسألحد ليت الأثنين في هذا الجامع مع الندوات هذه ليت الجمعة وليت الخميس تشيخ الصلاة؟ الغيناء نعم